لذلك لدينا مفهوم هو الديجيطال سيجنيتر الديجيطال سيجنيتر لدي عملية ميرجينج ميرجينج لبين المسج الديجيست و مبين الإنكريبشن لكن هذا الإنكريبشن مفهوم غير إنه السندر يرسل المسج مثل نحن ملاحظين ترسل هذه المسج الرئيسية يرسلها يجب عليها الساين الساين ماذا هو؟ أنه يضيف الـ Private Key و الـ Private Key موجود مع السندر فقط و أقلقني و أقلقني أنه يضيف توقيعه على هذا المسج و أضعه الـ Private Key و أقلقنا ما يسمى ساين تكست و يصل إلى رسيبر رسيبر يجب عليها و يتأكد هل هو هل هل هو المسج وصلتني من نفس هذا الشخص و كيف يعمل من خلال الـ Public Key طبعا الـ Public Key سيكون لأشخاص محددين أقلق عليها و أقلق على Verify و Verify Text في هذه الحالة يتأكد أن هذا المسج تعلم من هذا الشخص يعني يتأكد أول شيء أن المسج يأتي من شخص محدد و ثاني شيء يتأكد و بعدين محل لاحظة يتأكد أن المسج نفسها لا يتعدل لا يتعديل من خلال المسج إذاً Digital Signature أعطي من خلال المسج لا يتعلم من خلال المسج التكنيك الذي تستخدم عندنا Public Key كريبتوغرافي signature created using private key and validated using public key secure digital signature مثل نلاحظين هي دمج عندي ما بين digital signature مع message digest دخل على hash function طلع عندي message digest قد اختصار من دخل على نفس نفس الكريبتوغرافي من خلال المتطنع ملاحظين المتطنع المتطنع ما بين الخدمة مسجد هذه تصعب تكون فيها نفس التكست مع المسيج دايجيست. فيها نفس الفكرة. بصر على التكست مع المسيج دايجيست. فيها نفس الشخص الذي يرسل اسمه إيانس. يرسل هذا التكست مع المسيج. إيانس يوقع المسيج أو الرسالة بالتكست مع المسيج. هنا مقطوحة. حيني إيانس. حتى إيانس يوقع المسيج. ولكن إيانس يوقع المسيج. لأن الرسالة الأصليية مع المسيج شخص الذي يرسل إلىه. وهي ريتا. مثل يريد أن يرسلها إلى ريتا. عندما يكون لدي المسيج. لنقل المسيج. تدعى هنا على النهاية. ويقع المسيج. وقد تدعى المسيج. ويقع المسيج. تصل عندهم. أول شيء. ريتا تتأكد أو تتكت التشفيف هذه المسج. أيضا. تعمل لها decryptions. تطلع لدي التكست. ثم تتأكد. ريتا تتأكد أن هذا التكست يأتي من إيانس. تعمل لها verification أو إيانس من خلال تبع إيانس. هنا بعض نقاط ما هو يحدثًا أولا للغاية و logically لتطور زر المفعل غير مكثرة مجميل لتزر المفعل and private key by a hashing algorithm. Digital signature is concatenated with a plain text and encrypted using public key. Concatenated, لهي تم دمجها. دمجها أو رابطها مع plain text ونعمل إيهة encryption من خلال public key.